أعتدنا في الحلقات المفتوحة أن نطرح الأسئلة التي تأتي عن طريق الإخوة الكارم وبعض الأسئلة التي أيضا بقيت معنا من حلقة ماضية و مما بقي من هذه الأسئلة سؤال الأخ سليمان الزيدي يسأل فيه هل يوجد فرق بين تزكية النفس في قوله تعالى و لا تزكوا أنفسكم و الثقة بالنفس و ما هو إن وجد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك و انشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن مصطلح الثقة بالنفس ليس مصطلحا شرعيا و إنما هو تركيب اصطلاحي تواطأ عليه أهل هذا الزمان يستعملونه لمفاهيم يقصدونها فإن نظر إلى هذا التركيب الاصطلاحي في معنى ما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تبارك و تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اهتدى أن إن كان يحمل هذا المصطلح مصطلح الثقة بالنفس ما يدعو إلى تزكية النفس بالرضا عنها و الاغترار بما تأتيه و غض الطرف عن عيوبها و أن يسر بما يأتي دون انتباه لما يمكن أن يفسد عليه عمله فنعم هناك تعارض لأن معنى الآية الكريمة هو أن لا يمتدح المرء نفسه و أن لا يبلغ حد الرضا و عما يعمله بحيث يطغيه ذلك عن أداء الحقوق التي عليه و تفتيش عيوب نفسه و مراعاة الإخلاص لله تبارك و تعالى و تحري ما يوافق شرع الله عز و جل فبناء على هذا نعم يمكن إذا كان المقصود هو غرس معاني يمكن أن تكون داخلة في المنهي عنه فإن هذا المصطلح في هذه الحالة يتعارض مع ما دلت عليه الآية الكريمة و مع ما يطلب من المسلم من أن يكون حذرا من غوائل النفس و وساوسها و ما يمكن أن يزين به الشيطان له من تزيين عمله فيراه حسنا و لكن نجد في كتاب الله عز و جل ما يمكن أن يكون مغنيا عن مثل هذا المصطلح فنحن نجد أن الله تبارك و تعالى خاطب بني إسرائيل بقوله خذوا ما آتيناكم بقوة و خاطب نبيه موسى عليه السلام بقوله فخذها بقوة و أمر قومك يأخذوا بأحسنها و خاطب يحيى عليه السلام بقوله يا يحيى خذ الكتاب بقوة و فسر العلماء هذه الأوامر بأن المقصود بالقوة هنا قوة النفس فهو تمثيل لحالة العزم على العمل بمنتهى الجد و الحرص دون إبطاء أو تأخير و لا تساهل و دون ملل أو انقطاع عند الشدة فهو توكل على الله تبارك و تعالى و أخذ بالأسباب فخذها بقوة أي دون تردد أو ضعف هو إقبال و عزم على العمل و منتهى الجد في ذلك العمل بحزم و دون تردد و دون استسلام للظروف التي يمكن أن تصرفه عنه و عن همه و قصده و أن لا يبطي أو يتأخر أو يهمل و أن لا يلتفت إلى الشواغل فلا يلتفت إلى ما يمكن أن يكون سببا لقطعه عن مقصوده حتى في الظروف الشديدة هذا هو معنى خذها بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة فإن كان ما يتحدثون فيه عن الثقة بالنفس دائرا حول هذه المعاني فهذا موافق لشرع الله تبارك و تعالى و هذا مقصود حسن و ليتهم يستبدلون بذلك الاسم أي باسم الثقة بالنفس ما شرعه لنا ربنا تبارك و تعالى في كتابه من مدلول هذا الأمر بقوة الأنفس بالعزم و الحزم و الإقبال و الجد و الاجتهاد و التوكل على الله تبارك و تعالى إذن لا مشاحة في الاصطلاح و إنما ينظر إلى ما ينطوي عليه ما يقوله هؤلاء الذين يغرسون أو يتحدثون أو يدربون على الثقة بالنفس فإن كان كما تقدم دائرا حول المعاني التي بيّنتها الآيات الكريمة في أمر الله عز وجل بأن يؤخذ ما آتاه الله عز وجل بقوة أنفس فذلك مطلوب مرغوب و لا ينبغي للمسلم أن يتوانى عنه أو أن يتأخر عنه و إن كان ما يقولونه فيما يتعلق بالثقة بالنفس دائرا حول معاني التواكل و تزكية هذه النفس عند الآخرين و عند الله تبارك و تعالى و الشعور بالرضا دون تفتيش عن العيوب و محاسبة للنفس و حذر من مكائد الشيطان و وساوسه و وساوس النفس فهذا ينبغي أن ينتبه إليه و أن يحذر منه و الله تعالى أعلم أحيانا يقع الخرط فضيل الشيخ في موضوع تزكية النفس المتعلق بالجوانب الشرعية و القوانب الإيمانية و الموضوع المتعلق بالجوانب الدنيوية لأن هذا المصطلح أحيانا يستخدم لتشجيع الطلاب مثلا لقطع مراحل دراسية أو لركوب بعض الأهوال التي يشعرون أمامها بالخوف أو لتحفيزهم في و هذه كلمة الثقة في النفس أصبحت قريبة إلى أذهانهم لأن لها مدلولات فعلا تدل على مسألة العزم كما تفضلتم و الإقدام إن كانت دائرة حول هذه المعاني المقبولة المستحسنة فلا إشكال لكن إن كانت ستفضي بهم إلى إصابتهم بقدر من الغرور أو عدم الالتفات إلى البحث في خبايا هذه النفس و الوقوف عند عيوبها فذلك محذور فلا بد أن ينتبه أنا على الطلاع أن عددا من المدربين و المحاضرين لا يتركون هذه المصطلحات عائمة دون تعريف و إنما أرجو أن ينتبه إلى المعاني الشرعية فإن كثيرا من الناس أيضا لا ينتبهون حينما يمرون على هذه الآيات لا يعرفون ما المقصود يا يحيى خذ الكتاب بقوة و في خطابه لموسى قال خذها بقوة فما المقصود من ذلك لو أنهم انتبهوا إلى هذه المعاني لأغنتهم عما يتكلفونه في ما يتعلق بالثقة بالنفس